موسيقى مساء الخير أزمات داخلية متراكمة وتدخل خارجي مكثف وتسويات قصيرة الأمد وفراغ ممنهج إنها أبرز المصطلحات التي تعكس ديمومة المشهد السياسي اللبناني يصبح بعدها مصطلح الانهيار الأكثر تداولا والأكثر واقعية لم يختر اللبنانيون أن يكون بلدهم على خط النار في عالم يصنف إقليمهم من الأكثر اشتعالا هي مرحلة مفصلية اليوم تعصف بلبنان حيث يرى شعبه أن آماله التي صنعها في أحلك الظروف تحترق أمامه بلا قدرة على وقف ما يجري لكن ذلك ليس قدرا محتوما دائما فتاريخهم القريب حافل بلحظات من صنع أيدي أبنائهم ودمائهم لحظة التحرير لحظة انتصار تموز تزامنت هذا العام مع ملحمة سيف القدس وقبل هذا التزامن لحظة الانتصار على فتنة المنطقة وتيارات التكفير فيها ولأننا نقول في تغطيتنا لبنان أمل رغم الألم نسأل اليوم هل أصبح النظام اللبناني أعجز من أن يستوعب أزماته وخلافات مكوناته وهل أسباب الانقسامات وأهداف المنقسمين أكبر من احتوائها في تفاهمات وطنية أزمة تل وأزمة وتكليفا إثر تكليف تكليف نجيب ميقاتي كان سريعا فهل ستنعكس هذه السرعة في تأليف الحكومة وفي الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت تكثر الأسئلة عن مسار التحقيقات والعدالة وإلى أين يتجه اللبنانيون بعد انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وأي حلول لهذا الانهيار بأبعاده المختلفة أسئلة نتمنى أن يسعفنا الوقت للإجابة عنها مع ضيفنا للليلة النائب والنائب والوزير السابق الأستاذ غازي العريضي ضمن طغطيتنا لبنان أمل رغم الألم مساء الخير أستاذ غازي وأهلا بكم على شاشة الميادين اسمح لي أن أنطلق من عنوان هذه الطغطية لبنان أمل رغم الألم هل لازال هناك أمل لنجاة لبنان وكيف ترسم هذا المشهد عموما في الحياة لا يمكن أن نعيش بلا أمل في الحياة عموما ومهما اشتدت الأزمات العنوان بحب ذاته رغم الألم أنا أقول أمل من رحم الألم هذا قدر وإلا إذا قلنا لا أمل يعني أقفلنا على كل شيء وهذا ضد منطق الحياة ضد منطق الحياة بالكامل والاستمرارية لذلك تأتي أزمات وأحيانا كوارث وليس فقط أزمات في حياة الشعوب والأمم حروب عالمية دمرت ما دمرت وأخذت في طريقها ما أخذت ملايين البشر ضحايا وعادت الأمم واستمرت وبنت الدول وبنت نفسها وعادت أقوى وتطورت الحياة ووصلنا إلى ما وصلنا على مستوى التكنولوجيا وأمل مربوط بالعقل عندما يتوقف العقل كيرتي لذلك هل لزال هناك عقلاء في لبنان لإخراج لبنان من هذا المستنقع؟ المشكلة أننا لسنا في زمن الكبار في لبنان عموما ولكن رغم ذلك لا يزال تمت من يفكر بلبنان ربما حجمه موقعه قدرته على التأثير على سبيل المثال بموضوع الحكومي لندخل مباشرة في العنوين أنا قبل الحكومة أستاذ غازي لأنه في سؤال رئيسي طرح بالنسبة للمواطن اللبناني العادي كيف حصل هذا الهبوط الحاد الانخفاض الحاد بسعر صرف الدولار من 23 ألف ليرة لبنانية إلى 16 ألف ليرة وكأنه فيه كرتال سياسي هو يتحكم حتى بهذا الوضع كله تلاعب بالسياسة وبالمال كله تلاعب بالسياسة وبالمال ولذلك عندما كنت أشير إلى مسألة جوابا على العقل أنا أقول دائما لبنان يعلم اللبنانيون لا يتعلمون لذلك عندما بدأت الحديث وهذا كتبته مقال بذكرى الحرب الأهلية تنذكر ما تنعاد لكن وغا الحال وكذلك لو كنا نتعلم من تجاربنا ونعرف تاريخ البلد تماما كما هو لما نعلم استخلصنا الدروس والعبار وتجاوزنا الكثير من الأزمات اليوم مثلا على سبيل المثال عندما نرى وليد جملة منذ أشهر طويلة وهو يقول تسوي وهو يقول وينادي بالاتفاق على سبيل المثال هو شخصية سياسية أي تسوية أستاذ غازي يعني يطرح هذا السؤال للوصول إلى تفاهم حول حكومة أنا لا أتحدث عن تسوية سياسية شاملة في البلد والتسوية ليست عيبا وليست مقيصة ولكن استكمالا لما بدأت الكلام به يعني العاقل غير قادر من هو في موقع القادر لا يتمتع بالعقلنية والحكمة مع احترامي بتقديري لكل الناس وإلا لما أخذت معنى الحكومة هذا الوقت يعني تصويبون السهام على تيار المستقبل كان رئيس الحريري والرئيس ميشيل عون الطرفان المعنيان بتشكيل الحكومة يتحملان المسئولية الكبرى فيما آلت إليه الأمور بالتأكيد 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 ولا نظلم أحدا أحيانا هذا ارتكب أكثر من الآخر أحيانا هذا يتحمل مسئولية أكثر من الآخر لكن بالإجمال بالإجمال نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب هذه لأنه في ملامة أيضا على سعد الحريري كحليف كان بالنسبة للحزب التقدم الاشتراكي وواضح هذا اللوم أو العتب عليه بما قام به في 19 بتشكيل الحكومة نحن نتعاطى بموضوعية ونتعاطى بعقلانية وعندما نرى البلد أمام الحالة التي هو فيها والناس أمام الكوارث التي يعانون منها لا نستطيع أن نساير فلانا أو علانا مع كل الاحترام والتقدير للمقامات والأشخاص الأحلاف تبنى على ماذا؟ تبنى على السيء؟ تبنى على الابتعاد عن العقلانية وعن الحكمة؟ أحلاف تبنى بشكل معاكس للواقع؟ لا تقاطع مصالح؟ وليس فقط تقاطع مصالح نحن نتحدث حضرتك ذكرتي في المداخلة الانهيار نرى البلد ينهار من جهة ونرى كلاما وتوصيفا من الخارج يتحدث عن إمكانية زوال لبنان زوال لبنان زوال الكيان وبذكرى تفجير المرفأ نحن نتحدث عن نوع من سقوط لدور لبنان في المنطقة يعني هل تبنى تحالفات على هذا الأساس ونتغاضى عن كل هذه المخاطر؟ لا لذلك كانت القراءة بكل تواضع بالنسبة إلينا قراءة مميزة لناحية تشخيص الحال تشخيص الحل ما هي الأولويات اليوم نحن بحاجة إلى حكومة لتتخذ القرارات المطلوبة لبداية الخروج من هذه الأزمة بدون حكومة يعني نعم نحن ذاهبون في اتجاه الانهيار أو الأخطر الانزلاق إلى الأسوأ هذا من المصطلحات التي استخدمت وأسوأ الأسوأ هو الحديث عن زوال لبنان ودور لبنان سأتحدث بالتفصيل عما جرى بالتكليف الجديد هذا التكليف السريع ما ألاته إذا سيفضي إلى تأليف أم سيعيد تجربة الرئيس سعد الحريري نجيب ميقاتي ولكن اسمح لي لأنه انطلقنا من ذكرى الرابع من آب نحن أمام كارثة انفجار زلزال ثالث أكبر انفجار صنف عالميا في هذا المسار الذي يتم حتى الآن في غضب الشعبي ما هو منتظر بانفجار لأهالي الضحايا للشعب اللبناني بما وصلت إليه الأمور في أربع آب المقبل ما هي رؤيتكم بكل أمانة بعيدا عن أي محاولات من قبل أي إن كان لاستغلال أرواح الضحايا الشهداء معاناة الأهل الخراب الدمار الكارثة الانفجار الثالث في العالم طيب وما جرى في بيروت هذا أمر لا يحتمل لا المناكفات ولا النكيات ولا المزيدات الداخلية من أي طرف من الأطراف السؤال عن العدالة للأسف الكيان أصبح اجتهادا في لبنان الدولي فكرة الدولي مؤسسات الدولي اجتهاد السلطة القضائية تجتهد يعني في مسال للتحقيق مقال به القاضي بطب كل شيء اجتهاد في لبنان لا أتحدث أنا لا أتحدث عن المحقق العدلي بشخصه أنا أشخص الحالة العامة في لبنان والدليل ما يجري الآن مجلس على محاكمة الرأسة لا محقق عدلي لا هنا قضاء أنتم معرفة الحصنات نعم أنا لن أدخل في التفاصيل المتعلقة بالتحقيق على الإطلاق نحن مع رفع الحصنات عن الجميع وليقم المحقق بدوره أكيد تمت نقاط قانونية من حق أي مواطن أن يدافع عن نفسه من حق أي جهة سياسية إذا كانت تعتبر نفسها أنها مستهدفة أن تدافع عن نفسها ولكن هذا القضاء المحقق العدلي يجب أن يقوم بدوره ويجب أن نصل يجب أن نصل إلى الحقيقة لكن المسألة تتجاوز حدود أيضا الاتهام أو الإداني أو الاستجواب أو الاستماع إلى إفادي أو شهادي من هذا أو ذاك المسألة تبدأ من وصول الباخرة النترات من أتى بها لمصلحة من ما هي الأسباب الموجب لاتخاذ القرارات التي اتخذت وواواواواوا يعني لنصل إلى الحقيقة مسار طويل أنا لا أدري إذا كان في مطالبات بالتحقيق الدولي ما هو موقفكم منه يعني يوم في أطراف جدا في بداية الأمر كان ثمة تفكير بهذه المسألة لكن عمليا الأمر غير متوفر داخليا يعني لن يكون توافق حول هذه المسألة لأن المطالب بتحقيق دولي قرار يجب أن يتخذ على المستوى السياسي اللبناني الرسمي وهذا الأمر غير متوفر اثنين أيضا قد لا يكون قد لا يكون هذا التحقيق الدولي قد لا يعطي الإجابات المطلوبة والشافية لأنه ثمت أسئلة كثيرة ولدينا تجربة أيضا لدينا تجربة سابقة يعني باغتيال الشهدية بالتالي إذا أنا أقول إذا وثمت علامة استفهام كثيرة نظرا للإجتهاد الذي أشرت إليه إذا تصرفنا بمنطق الدولي بفكرة الدولي بأمانة تجاه هذه القضية على الأقل نبلسم جراح هؤلاء الناس نحن لا نستطيع أن نعيد أرواح الشهداء لكن نعطي جوابا للناس صحيح أنه في المجتمع الدولي يريد أن يصل إلى الحقيقة أم إلى الحقيقة التي يبغاها بمحاصرة على المستوى الشخصي أنا لا أتق بهذه الكلمة بالأساس وتجاربنا مع ما يسمى مجتمع دولي ليست تجارب مشجعة المعايير مزدوجي ثنائي وثلاثي وربعي ومكيي المختلف بقضايا مشابهة وإشنا هذه التجارب خصوصا في لبنان من قبل الأطراف الإقليمية والأطراف الغربية تقصد بالتأكيد بالتأكيد طبعا إذا ذهبنا إلى التكليف مباشرة تحديدا للإستشارات بدأ رئيس الحكومة اليوم اللبناني المكلف نجيب مقاتي باستشاراته مع الكتل النيابية تسبق المفاوضات حتى مع الأحزاب السياسية هذه الخطوة إذا استمعنا اليوم وتبعنا أجواء الاستشارات نصدق ونقتنع أن التأليف سيتم خلال أيام وليس بحاجة إلى سبعة أيام وأسبوع كامل ماذا حدث؟ أولا تعليق على تسبق المفاوضات مع القوى الحزبية لا أوافق عليه لأن المفاوضات قائمة منذ أيها لنكن صريحين والرئيس مقاتي تواصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عبر الوزير وائل أبو فعور نعام وكانت مكالمة هاتفية من وليد باك للرئيس مقاتي طرح خلال بعض المفاوضات قبل الاجتماع بنادي الرؤساء؟ قبل الاجتماع؟ نعم هذا أمر طبيعي على كل حال فقط أردت أن أسجل تصويباً لوضوح الرؤية والصورة كاملة أمام المشاهدين والمستمعين تواصل مع باقي الأطياف بالمعلومات لديكم؟ تواصل مع رئيس الجمهورية كذلك؟ طبعاً تواصل مع رئيس جمهورية تواصل مع الوزير باسيل تواصل مع أخواننا بحزب الله مع الرئيس برري أكيد مع نادر وأسعى الحكومات بما يمثلون مع قوى سياسية أخرى تواصل مع نواب قبل التسمي وهذا أمر طبيعي شخص مكلف قبل أن يكلف قبل أن يسمى قام بدوره وبواجبه بأن تصل بالناس منهم من أيد منهم من كان صريحاً وواضحاً هذا حق هذا حق لكن المفاوضات قائمة السؤال هل نصل إلى نتيجة أو لا نصل الأمور معقدة وثمت أزمة ثقة كبيرة كبيرة جداً وكما قيل في المعلن رغم أن ما يقال في العلن الآن هو من باب بالدرجة الأولى تمسك كل طرف بشعاره وموقفه لكن في المفاوضات نحن ندعو من الأساس ونتمنى أن يؤخذ بدعوتنا أن يذهب المعنيون إلى عدم تكرار التجربة السابقة وأن يكون اتفاق أمام احتمال الانهيار أو الزوال أو الخراب أو الدمار أو دولار 23 أو 24 الله أعلم إلى أين يصل لابد من التفاهم على حكومة لماذا قدر حكومتنا جيب مقاتي على إنقاذ هذا الانهيار؟ لا أتحدث عن إنقاذ عندما نشكل حكومة يعني أننا اتفقنا طبيعة الحال بس هدف اللبنانيين ليس الاتفاق يا أستاذ غازي هدف اللبنانيين إنقاذ هذا الوضع لا لا دعيني أكلم هون الاختلاف بين المنظوم السياسي أو الشارع اللبناني لا 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 يعني هذا نقاش آخر مع احترامي لكلمة الشارع اللبناني والقوى أو المواطن اللبناني المواطن اللبناني نعم أنا أحترم هذه المسألة أحترم الآخرين الذين تظاهروا في الشارع لا شك لأنه كل حزب عنده شارع صحيح فلنكن دقيقين في كل كلمة نقول يعني اليوم نحن قلنا عندما نتفق أنا لم أتحدث عن اتفاق حصص لكي تولد الحكومة يجب أن نتفق نحاسب الحكومة على ما ستقوم به يعني إذا اتفقنا على انتاج حكومة هذه الحكومة مطلوب منها جدوى الأعمال صحيح يعني أن تذهب إلى صندوق النقد مهمات أصلاحية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لوضع خارط الطريق للخروج من الأزمة المالية في عدة أفكار طرحي يتم تجميعها في خطة متكاملة لنذهب إلى صندوق النقد في بشروط صندوق النقد وقف الهدر وخصوصا موضوع الكهرباء نذهب إلى معالج سريعة لموضوع الكهرباء لأن الهدر الأساسي هو بموضوع الكهرباء 40-50 مليار دولار أنفق هذا المبلغ على الكهرباء ونحن نعيش في عتمة في ظلام كامل يعني في البلد إضافة إلى عدة فواتير يدفع على المواطن اللبناني ولا أحد يعرف أين ذهبت هذه المليارات ولماذا لا تأتي الكهرباء؟ المال ذهب والكهرباء غير موجودة صحيح ساعة إذن أنا عندما أتحدث عن اتفاق أتحدث عن اتفاق على خارط الطريق إذا لم يكن خارط الطريق في هذا الاتجاه ونحن لسنا أحرارا كثيرا في هذه المرحلة أو في حالي من الراحة أو الترف أو ما شابه الخيارات أمامنا محدودة والوقت ضيق ولا يحتمل ممارسة صحيح أنه بالغرف المغلقة أستاذ غازي يؤكد الرئيس ميقاتي أنه في حين تكليفه بهذه الحكومة ونجح بالتأليف سيولي ثلاثة أمور وهي ضمان حصول اللبنانيين على الدواء المحروقات والكهرباء انطلاقا من التسعمية مليون دولار التي سيحصل عليها لبنان من الصندوق النقد الحقيقة أنا أتمنى ذلك أتمنى ذلك رغم أنه يعني مفاجأة كانت التسعمية وتمانين مليون دولار لماذا تم الكشف عنها الآن وأعطائنا بهذا التوقيت مفاجأة عسى أن تكون مفاجأة إيجابية لكن على المستوى اللبناني قبل التكليف مجرد الإعلان عن تسعمية وتمانين مليون دولار بدأ بعض الشباب باللغة العامية بالتفكير أين يمكن أن يصرف هذا المبلغ ونحن على أبواب انتخابات وأفكار مختلفة أفكار مختلفة هذا يريد إنفاق المبلغ في هذا القطاع السؤال صندوق النقد يضع شروطا قاسي ويقول لا يمكن أن أبدأ بالحديث معكم قبل تشكيل حكومة قبل تشكيل الحكومة أعلن عن هذا المبلغ هذا كيف يفهم يعني في مؤشرات خارجية ضمانات كما قال إسميقاتك أمريكي فرنسي للتأليف أنا لا أقول ضمانات مع احترامي للخارج مع كل احترامي للخارج دول كبرى موجودة ويعني لها تأثيرة لها حضورة لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر وإغفال هذا التأثير ولكن أن نضع كل رهاناتنا في هذا الاتجاه أو نذهب في تحليلات التمنيات أنا لست من هذا النادي لا بشخصية نجيب ميقاتي أنت تعرف أستاذ غازي شخصية وفقية تقوم قادرة على تدوير الزوايا هل سيستلم كرة النار دون أن يكون لديه ما يصعفه يا عزيزتي أولا تدوير الزوايا بالشأن الداخلي شيء ومع الخارج شيء آخر علما أن الخارج عندما قلت لك أنا لا يعني لي كثيرا هذا التوصيف أنا أعني ما أقول طيب الخارج شغل مكينة في لبنان هو أعلنه أنا لا أتحد هو أعلن صحيح والخارج جاء إلى لبنان وقال نحن نراهن على الانتخابات نراهن على منظمات المجتمع المدني بين هلالين نراهن على الشباب على هذه المنظمات التي خرجت بتعبيرهم من ثورة 17 شري صحيح 10 مليار دولار 10 مليار والآن يحضرون مليار وحتى عندما جاء وزير خارجية فرنسا اجتمع بهم أين في قصر السنوبر بمجموعة من نواب مستقلين نحترم ونقدر وشباب واعدين أيضا لكن الملاحظة هي هنا التركيز على كل هذا المنح هو ضد المنظومة السياسية القائمة صح صحيح طب وأنتم تتعاملوا مع المنظومة السياسية من الرئيس المكلف إلى القوى السياسية الموجودة يعني أكيد من المجتمع المدني يعني إذا شكلت حكومة أكيد يعني إذا شكلت حكومة انتهى الأمر بالنسبة إليكم حتى التهديدات بالعقوبات وما شابه الذين فرضوا عقوبات يعترفون في المجالس بأن العقوبات لم تنفع والذين جاءوا إلى فرض عقوبات حتى برال عندما كان في بيروت ماذا فعل؟ يوم كشف أنه سوف قبل نهاية تموس بهذا الضغط الفرنسي نظام العقوبات سيفعل بشأن لبنان لحظة اليوم كان في لقاء لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بكيلومانسو هل في أجواء أو نقل شيء؟ لا 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 بموضوع العقوبات جزيف برال قال عندما كان في بيروت العقوبات لا تصنع سياسي هو قال ذلك العقوبات لا تصنع سياسي التجارب تقول العقوبات لا تؤدي إلى صنع سياسات واحد اثنين عندما نوقش هذا الأمر في الاتحاد الأوروبي كانت خلافات كبيرة بين دول الاتحاد دول أساسية قالت ما يمكن أن نذهب إلى عقوبات بسبب تأخير تشكيل حكومة نحن في دولنا تعخرنا بتشكيل حكومة وبركسل وغيرها وبالتالي اتفقوا على آلية ذهبوا من عرقل التشكيل الحكومي إلى مسألة الفساد والتعميم بالنسبة إلى ما يسمى طبقة سياسية في لبنان في لغتهم ولغات غيرهم من اللبنانيين بتعميم كابل طبقة سياسية كلهم يعني كلهم هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ثم عندما تتحدثون عن طبقة سياسية ها أنتم تتعاملون مع طبقة سياسية الآن وتقولون نعطي ضمنات لأحد رموز الطبقة السياسية ولتشكيل حكومي في البلد أنتم تقولون ذلك لذلك هنا تناقض كبير في هذا الموضوع لأن المسألة مسألة لعبة مصالح ليست مسألة مبادئ وليست مصلحة قيم حبذ لو أدرك اللبنانيون مصالحهم وشعروا بالخطر الكبير على بلدهم من الزوال من جهة وعلى فقدان امتيازات أساسية كانت تميز هذا البلد بنكهته الفريدة ليس في المنطقة فحسب بل حتى على المستوى الدولي قبل أن أدخل أكثر بتفاصيل لأنه في مؤشرات كما يقال إيجابية غير مسبوقة للتعاون قيلة من قبل تيل وطني الحر والرئيسة عون ولكن هل المواقف الدولية مبنية على شخص فلان أو فلان واسمح لي هل حتى الآن في نوع من الرضا أو غض الطرف كيف يفهم الصمت السعودي بالنسبة لتكليفه نجيب ميقاتي والأطراف الدولية الأخرى مرتبطة يعني الفرنسيين كان عندهم اعتراض على سعد الحريري هذا الاعتراض تحول إلى توافق على نجيب ميقاتي الست وفا أنا شخصيا بعتبر المسؤولية لبنانية واحترامي وتقديري لكل هذه الدول وحاجتنا للدول بالمساعدة ببعض الأمور عربية أو غير عربية لكن المسؤولية لبنانية عندما نرى البلد ينهى لسنا بحاجة بالأساس قبل قبل خطر الانهيار كنت أقول ذلك مرارا وتكرارا منذ سنوات بكل تواضع لأنه لدي تجربة بسيطة على مستوى الدولي وخبرة متواضعة بمعرفة خفايا الدولي وإدارة الدولي دائما كنت أقول الفوضى أخطر من الحرب واحد أخطر ما يمكن أن نواجه موت فكرة الدولي فكرة الدولة ليس فقط المؤسسات مؤسسات يعاد بناءها بس إذا ماتت فكرة الدولة يعطيك العافية اليوم الكل يتحدث عن هذه المسألة هذه مسؤولية لبنانية هل نحن بحاجة إلى تأنيب وإلى توبيخ وإلى تهديد وإلى إهانات وعذرا للكلمة إلى شرشحة وبهدلي من الخارج لما يسمى طبقة سياسية في البلد وأنا أرفض التعميم بطبيعة الحال وبالتأكيد هل نحن بحاجة إلى كل ذلك لنتحمل مسؤولية في إدارة مؤسساتنا لنأتي بالمياه وبالكهرباء ونتجنب مسألة الفقدان الأدوية والمستشفيات ونحمي نظام لبنان الاستشفائي المميز التعليمي المميز المصرفي المميز مع كل الملاحظات على الهندسات والمشاكل والمسؤوليات وإلى آخر نحفظ نكهة هذا البلد المميز ونحن فيه مئوية الأولى نحن ما نمشي إلى بالكرباج عدرا للتعبير بالبهدلي بالإهاني بالتهديد مش بالكرباج أستاذ غازي ولكن أنت تعلم بتاريخ لبنان خصوصا ما بعد الطائف كان فيه رعاية أو حماية دولية لهذا ما يسمى عذرا حكومة وحدة وطنية وهذه التي أوصلتنا يمكن لليوم واليوم فيه ملل أو يمكن لدى المواطن اللبناني حتى نفور من هذا المصطلح يريد أن يحكم طبقة حاكمة ولتكون المعارضة هي بأي نظام ديمقراطي بأن نلجأ إلى هذا المنحة مللنا من التقاسمات الطائفية المحصصات أنا معيك ولكن لدي اسمحي لي ملاحظة الأولى ما تقولين صحيح بكل الفترة السابقة أصلا تاريخيا في لبنان كان ثمة ضابط إقاع خارجي صحيح ضابط إقاع خارجي فرنسا الأم الحنون بريطانيا أمريكا مصر سوريا سعودية اتفاق بين دولتين أو تلاتي أو تفاهم الطائف سعودي أمريكي سوري مع رعاية من الآخرين كلف بالإدارة السوري ضابط إقاع خارجي إلى حد ما ضابط إقاع داخلي من قبل لاعبين محترفين اليوم ليس ثمة ضابط إقاع خارجي وليس ثمة ضباط إقاع في الداخل المحترفون في السياسة أقل من عدد أصابع اليوم للأسف ومنهم من هو غير قادر اليوم طيب النقطة الثانية مع تقديري لماذا ذكرتي ولكن أيضا بالتجربة أنا لست مقتنعا بأن حكومات الوحدة الوطنية هي سبب عدم الإنتاجية ليس دفاعا عن حكومات الوحدة الوطنية بالمعنى الذي كانت تركب فيه أنت بيه السبب طيب أنا كنت في حكومات سميت حكومات الوحدة الوطنية بكل طواضع أنا لست هنا يعني أفتح الدفاتر ولكن من وزارة الأعلام عندما اتخذت قرار الفائد في وزارة الأعلام وشطبت 930 اسم من غير المنتجين وغير الذين يأتونا إلى عملهم في وزارة الأعلام كانت الحكومة حكومة الوحدة الوطنية وقامت القيامة وأخذ القرار وتليفزيون لبنان عندما عقبت وحسبت المرتشين والفاسدين في وزارة الأشغال تسمح لأستاذ غازي كم وزير بنعدي الحكومات السابقة قام بذلك في ظل هذه المنظومة التي أنتجت هذه الملفات الكبيرة بالفساد ذكرت قبل قليل الكهرباء 40 مليار دولار أنا أعرف ذلك وأعرف أكثر فأكثر 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 مما شهدت على الطاول وفي الممارسات وبالكواليس ودخلت بقصص كثيرة أنا أعرف هذا الأمر لكن هذا لا يلغي أنه إذا أردت أن تفعلي هذا ما أريد قوله هذه كلمة ما خلونا أنا لا أوافق عليها أبدا اختلفت مع رؤساء الحكومات واختلفت بالداخل مع قوى سياسية ولم أغير يعني لا تبرروا للرئيس ميشيل عون والعهد أنا لا أخبر بأنهم لم يسمحوا لهم أنا من أول أسبوع كنت على الأوتيفي وقلت إذا مبلشين أدرا للكلمة بهذه الطريقة إذا مبلشين أن الرئيس ليس وحده لماذا كنتم تهاجمون الرئيس لحول والرئيس سليمان وما هو الفرق بينكم إذا إذا هاي البداية النتيجة معروفة الأوتيفي كنت لا 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 إذا أردنا أن نعمل المسألة ليست سهلة ولكن أن يكون ثمة معيار واحد عندما تعملين في كل المناطق اللبنانية عندما لا تقيمين اعتبارات حزبية أو طائفية في الوزارة عندما تكون الوزارة التي أنت فيها مرجعي بما للكلم من معنى ولا يمارس النكد السياسي لا الحساب السياسي ولا المصلحة الشرطسية ولا النكد السياسي نعم يكون ثمة إمكانية للإنتاج ونعطي فكرة عن مؤسسات الدولة كيف تدار وعن فكرة الدولة كيف تحمل أنا سيمكن أعقب على معوقات أساسية قيل وضعت أمام الحريري هي اليوم أزيلت بشكل أو بآخر حتى الآن بالإعلان الأعلامي يعني حينما تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيلي يقول إنهم لن يشاركوا في الحكومة نحن اليوم في الموقع المساعد ولن نكون في موقع الحرد أو النكد السياسي حتى الآن لم يحسموا موقفهم بإعطاء الثقة أمنا عدمها في دليل آخر ومؤشر أساسي أن المستقبل لن تطالب بوزارة الداخلية كذلك هذه من المعوقات لحكومة الرئيس الحريري بقصة الوزارة الداخلية لمنصر لن تطالب بوزارة الداخلية المستقبل الآن بالنسبة لحكومة نجيب ميقاتي من يقرر هو الرئيس ميقاتي في هذا الموضوع هو سيشكل الحكومة مع كل الاحترام لتيار المستقبل بالمفاوضات قالوا هذا مسهل ضمن تأليف الحكومة للرئيس ميقاتي هذه المؤشرات ألا تعطينا تعبد الطريق للتأليف بعد أننا لا نريد وزارة الداخلية هذا الكلام لم يقال بهذا الشكل لا هذا الأمر من يفاوض على تشكيل الحكومة الرئيس ميقاتي مع رئيس الجمهورية أساسا ومع القوى السياسية الأخرى هل يعطي عون لميقاتي ما لم يعطيه للحريري هذا سؤال مطروح والسؤال أكبر مطروح هل يوقع على تشكيل حكومية لا يحقق من خلالها ما كان يريده اخذين بعين الاعتبار المسأل الشخصية والنكد والحقد والخلاف السياسي الكبير الشخصي والعناد ورفض اللقاء بين بعضهم البعض يعني والأخطاء في الإدارة من هنا ومن هناك نحن لا نريده ولا يريدنا ولا يجتمع بنا كل هذا الآن في مكان آخر نحن أمام شخصية أخرى في المضمون في المضمون هل سيتم التعاطي بذات الاتجاه بذات النفس أم سيكون تم تنوع من المروني في وقتين ملفت بالأمس بما كتبه الزميل الصحافي نقول نصيف بالأخبار عون لمقاتي التزام التدقيق الجنائي ولك كل التسهيل صحيح أنه تحدثت المعلومات بما ذكرنا أنه لا صار في تواصل حصل كلام بشكل كبير بين الاتراص معلومات المتواضعة حصل كلام وكلام في العمق ببعض الأمور نعم انطرح موضوع التدقيق الجنائي انطرح موضوع ماذا قال له ميقاتي؟ انطرح موضوع نحن لسنا بصدد الانتقام من أحد انطرح موضوع التدقيق الجنائي على مستوى أو للوزارات لكن هذه بداية هذه بداية وكل فريق أنا لست مع أي محاولة لتصفية حساب أنا مع إسراع بتشكيل حكومة مقبولة تذهب فعلا إلى فتح ورشة عمل لإنقاذ البلد لكن أنا لست مكان فلان أو علاق حقه أن يطرح يمكن أن يصل إلى تفاهب مع رئيس الحكومة ورئيس الحكومة حقه أن يقول أنا أريد هذه الوزارة أو تلك هذا كل مباحث ولكن الأكيد سقف مطالب مقاتي ستكون بحدود سقف مطالب الحريري أو أقل منها هذا أمر هذا أمر يعني أنا لا أستطيع أن أقول جازما بأنه كذلك ربما نذهب ربما وأنا أتمنى هذا الأمر ربما نذهب إلى تفاهم يصدم كثيرين ربما هذا احتمال قائم وهم يعملون عليه ربما نذهب إلى تفاهم أقول ربما أنا لست من المتفائلين المتسرعين لكن هذا احتمال قائم كل شيء يوارد بلبنان خصوصا بالحياة السياسية من جهة ثانية فيما يحيط المشاورات والنواية عند البعض وربما كل هذا الكلام الإيجابي انتبهي لها الكلمة أن يذهب سودا ليس فقط أن يذهب سودا هو لكي يبرئ كل فريق ذمته مما يمكن أن يحدث مع احترامي وتقديري للجميع بدون استثناء أستثني وليد جمبلة السبب أنه أثبت أنه أثبت من بداية المسألة في كل المعارك التي دارت وفي كل الخلافات التي قامت ومع سعد الحريري ومع نجيب ما أعرف إذا بيوفق كل المجتمع اللبناني ومكونات السياسية بهذا الطرح أستاذ غازي أنا سأترك لك حق الإجابة تسمح لي ولكن مضطرون يعني أنا ذكرت في بداية المقدمة عسى أن يصعفنا الوقت بطرح كل المحاور ولكن اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود أيضا لفهم منك رؤية الحزب التقدمي الاشتراكي مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير من بعده نعود لاستكمال تغطيتنا مع النائب والوزير السابق غازي العريضي في تغطية الميادين لبنان أمل رغم الألم أمل رغم الألم أهلا بكم من جديد وضيفنا لهذه الحلقة ولهذه الليلة في تغطيتنا النائب والوزير السابق غازي العريضي مساء الخير وأهلا بكم من جديد أستاذ غازي اسمح لي يمكن لأنه مستمرون بمقاربة الوضع الداخلي والحكومة ماذا طلب الاشتراك من حكومة ميقاتي وفيه يمكن هذا موقف يتجدد دائما ويتكرر بالنسبة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولجملات بأنه يراهن على التسوية ويحذر من ثورة شاملة في لبنان وفق أي معطيات يتبع لها إذا لم نشكل حكومة كارتي دخلنا المجاعة ودخلنا فقدان الدواء وفقدان المعدات الطبية والمستلزمات الطبية للمستشفيات رجرة الأطبة البنج بالمستشفيات غير موجود كهرباء غير موجودة يعني المياه غير موجودة وا 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 أكيد سنكون أمام حالي من الفوضى من أخطر ما يكون أعود وأكرر ما قلته في البداية الفوضى أخطر من الحرب طبيعي وهذا نتيجة طبيعية ونحن نتحدث عن شخصية محترفة مثل وليد جنبلاط تعرف تاريخ البلد مرت بتجارب عديدة تعرف النبض الشعبي الحس الشعبي الوقائع السياسي بالكامل ولذلك عندما أشرت إلى موقفه أنا لا أتحدث عنه لأنه رئيس الحزب ولأن عمري السياسي أنا وليد جنبلاط يعني هذه الشهادة مجروحة ولكن أتحدث بالوقائع أنا أعرف تماما عندما أقدم وليد جنبلاط على تجاوز الخصوم السياسية أو تعليقها في مرحلة معينة مع رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر يوم يتحدثون عن مبادرة 24 وزير من أرسى أسس هذه الفكرة والمبادرة وليد جنبلاط هذه التصوية ليست على حساب الحزب التقدم الإحراكي ستكون قال بكل شجاعة حتى لو كانت على حسابنا وما قاله علنا أبلغ للرئيس مقاتي لا أريد شيئا منك أصلا لمن كانت 18 وزير كان محصور التمثيل بنا من ضغط علينا لا أحد ذهب وقال 24 أنا أتجاوز التمثيل وزير اثنين هنا هناك فلان علان إلى آخره هذه مسألة تفصيلية أمام انهيار البلد والكيرتل التي نحن أثبت هذا الأمر بالواقع بالملموس وتم تثبيت هذا الأمر إلى حد أصبحت المبادرة مبادرة من 24 وزير هذا ما خيله وليد جنبلاط بأدار بـ 25 أدار عندما ذهب إلى بعبدة ولب دعوة رئيس الجمهورية كيف هي علاقتكم برئاسة الجمهورية مع الرئيس ميشيل عون التواصل قائم مع فخمة الرئيس والرئيس تصل بوليد بيك بفترة المعايدي وعبر قنوات من أصدقاء مشتركين وسعاد خير يعني التواصل قائم مع التيار الوطني الحار وحتى مع التيار حتى مع التيار اليوم إذا أردت أن تتحدث عن تحالفات أو عن جبهات أو عن قوى سياسية أنا أسأل سؤال من مع من في لبنان والشاطر يجاوبني لذلك بهذا المعنى نحن نحافظ على علاقات مع كل القوى السياسية في البلد تكون أقرب مع جهة أكثر من جهة أخرى هذا موضوع أخرى مع الرئيس الحريري ليست في أحسن أحوالها لا ليست في أحسن أحوالها ثم تخلاف سياسي مع الرئيس الحريري واضح ومعلن وليس سر مبادر وهذا جواب على موقف وليد جمبلات يعني موقف وليد جمبلات كلف بسوء التقدير عند الرئيس الحريري هذا الخلاف موقف وليد جمبلات بالدعوة إلى تسوي وإلى تفاهم مع رئيس الجمهورية ومع الطيار الوطن الأرض وباللقاء بالوزير جبران باسيل ليس لأننا على تحالف أو على تفاهم أو على إرادة واحدة أو رؤية واحدة هذا فريق موجود تعيبون عليه عدم رؤيته الواضحة لعوامل الدخل المرتبطة بتأليف الحكومة هذا شأنه نحن عندما دعونا إلى هذا الأمر نعرف لبنان تماما مع احترامي بتقديري لكل الناس وليتحمل كل طرف المسؤولية ولكن ما أرادت قوله تأكيدا لما ذكرت بالأول أن الموقف الذي اتخذ وليد جمبلات كلفه هذا الخلاف زعل فلان وعلان اتهام من هذه الجهة أو تلك حتى في البيت الداخلي أنه لماذا وكيف ولا الحال الشعبي والخلاف السياسي وليد جمبلات لديه من الشجاعة والقدرة انطلاقا من قراءته للأمور ومن ثقته بنفسه على تجاوز كل هذه المطبات وكل هذه العوائق وكل هذه المشاكل عندما يرى الوضع بالمكبر والصورة بالمكبر أننا أمام الخطر الأكبر الذي بدأت بجيه جاءنا نتحدث يمكن عن العلاقات فقط بشكل سريع علاقتكم مع الرئيس بري يمكن بأعلى تنسيق قبل يومين كنتم وأنتم برئيس اللقاء الديمقراطية تيجو جميلات معه الحمد لله ماذا عن حزب الله لدينا تواصل لدينا تواصل مع الحزب وأمس تلقيت اتصالها من الحج حسين الخليل أمس أمس نوع هذا التواصل حديث بموضوع الحكومي بشكل عام حديث سريع لكن في توفقات بالرؤية السياسية أحيانا نلتقي أحيانا نختلف ليست العلاقة كما كانت في السابق علاقة أساسية ومتينة وكذا ولكن ليست علاقة مقطوعة وليست علاقة متوترة بالعكس تعاوننا في عدد كبير من المسائل والقضايا سواء على المستوى الاقتصادي الاجتماعي أو مثلا على المستوى الميداني على الأرض بقطع الطرقات وموقفنا منذ بداية هذه العملية كان موقفا واضحا بأننا ضد ونحن من بادر وذهب إلى الحزب وثبت هذا الموقف وحيث نحن متواجدون نحن مستعدون للتعاون بعدما كان وليد جملات قد أعطى توجيهات حاسمة وواضحة لكل المناصرين ولكل الحزبيين بالالتزام بهذا الأمر لسنا موجودين في كل المناطق لسنا مؤثرين في كل المناطق لكن في محطة عديدة خصوصا بقطع طريق الجنوب يمكن وطريق البقاع وطريق البقاع أنا ذاك ولكن التواصل القائم تعاوننا ببعض المحطات إضافة إلى مسألة أساسي رؤون كل الخلاف السياسي نحن مقتنعون بشكل ثابت مع أي فريق سياسي في لبنان لا يستطيع أحد أن يلغي أحدا مهما امتلك من قوة ومهما امتلك من دعم خارجي من أمريكا لإيران لسعودي لأوروبا أينما ذهبت لا يستطيع أحد أن يلغي أحدا في لبنان بلد فريد من نوعه ولا يستطيع أحد أن يتجاوز أحدا أو أن يكسر أحدا الذي لم يتعلم هذه الحقيقة أو لا يريد أن يقف عندها الأفضل الله يتعطى السياسي والتجارب أمامنا واضحة يعني لم تطلبوا أي شيء أبدا قال له لا أريد منك شيئا أريد الصبر الهدوء الانفتاح التعاطي مع الجميع الحوار مع الجميع محاولة الوصول إلى اتفاق لبنان بحاجة إلى حكومة أكثر من ذلك أقول لك البعض يفكر أنه البعض يفكر أنه إذا شكلنا حكومة خرجنا أبطالا وإذا لم نشكل حكومة خرجنا أبطالا في طائفتنا رأي وليد جملات ليس زمن بطولات البطولة أن نعمل معا لإنقاذ لبنان لا بطولات مذهبية ولا بطولات طائفية ولا بطولات مصلحية ولا بطولات لماذا؟ لأن أجواء يقال أنه لديه يمكن نظرة بالنسبة للمتغيرات الإقليمية والدولية يقرأها قبل الآخرين معنى ذلك هي المتغيرات الدولية الإقليمية الآن تذهب إلى تسويات في المنطقة هي من تدفع إلى هذا الخيار بلبنان ليس بالضرورة المتغيرات في المنطقة والصراع في المنطقة قد يطيح بدور لبنان بالكامل ولبنان خسر الكثير من هذا الأمر للأسف على أيدي اللبنانيين بالدرجة أولا لبنان على خارطة الصراعات بالنسبة لها تصفية الحسابات بين هذه الأطراف أكيد طبعا من زمان تم تصراع على دور لبنان وتنافس على دور لبنان وضرب دور لبنان من فترة طويلة من إسرائيل إلى دول عديدة إلى دول عديدة والآن تم تدول يعني تذهب إلى محاولة محاولة ورثة دور لبنان مثل بموضوع الطب بموضوع استقطاب الكفاءات بموضوع الجامعات بالموضوع الاقتصادي بالموضوع الفني من يستثمر بذلك الدول الخليجية يا أستاذ غازي العريض من قال لك أنا لأعني ذلك شكرا لسؤالك وانت بدك تسمعي هالجواب بس أنا من قال لك أنني أستثني أحدا أنا لا أساير أحدا وهذا الأمر الذي أقوله الآن أنا كتبته في كتاب لي عنوانه عنوانه تبهي منيح للعنوان لبنان الثمن الكبير للدور الصغير صحيح فيه محاضرات بـ 92 و93 و94 و95 بعد مؤتمر مدريد أنا تحدثت عن حيفا وعن مرفأ حيفا وأشدود وإيلاث والسكاك الحديد وحتى النظام المصري في اللبناني باستهدافه كل هذا موجود بحرب المرافق هل تم ممكن هذا احتمال يوضع ضرب مرفأ بيروت لصالح مرفأ حيفا لصالح مرفأ الكيان الإسرائيلي أنا لست محققا لكن بالنتيجة بالنتيجة خسرنا هذا الدور ولفترة طويلة والآن تنافس على مرفأ طرابلوس والحمد لله مرفأ طرابلوس موجود بكل اعتزاز بكل تواضع بكل شرف بكل كرامة بعد توقف ست سنوات بمرفأ طرابلوس كنت وزيرا للأشغال قمت بويجبي وأنجزت عمل المرفأ الذي هو محور استقطاب شركات عالمية كبرى وست وفا ليعلم الجميع بالوقائع واذريني أنت وهذه الشاشة المؤسسة وهذه الشاشة بعد ست سنوات من التوقف نفذنا المشروع ووفرنا مليونين وثمينمائة ألف دولار بعد ست سنوات ومن الدعاوة نفذنا المشروع وعمق 14 متر ونص ورصيف طويل ووفرنا مليونين وثمينمائة ألف دولار واستطعنا أن ننجز وهذا مرفأ طرابلوس من الشركات الصينية للشركات الفرنسية للشركات العالمية للسفيرة الأمريكية للسفيرة الفرنسية الأنظار على مرفأ طرابلوس اليوم فيه وفود كما يقال بالتوجه شرقا وفود روسية صينية لديكم علاقة أيضا جيدة مع هذه الدول هذه فرص للبنان القرار بالدرجة الأولى هل سيتخذ هذا القرار لذلك قلت لك ما تم تدميره بأيد لبناني بالدرجة الأولى أم لا يسمح له غربية هل يمكن أن يخرج من عباءة الفرنسيين والأمريكيين من خلفهم والدليل ما ذكرت نفت مشروع طرابلوس أنا مع الشركة الصينية في عرض عراقي أصار في عرض إيراني لماذا لا يتم في عرض روسي يا أستاذ غازي يا ستا هذه مسئولية سياسية داخلية الخارج ماذا يريد يبحث عن مصالحه أنا عندما ذهبت إلى مرفأ طرابلوس يكون تواضع يعني اعذريني إذا استخدمت هذا التعبير لكن هذه حقيقة الإنسان يتحدث عن تجربة طب كانت الصين هل يريدون الصين؟ وكان موقف المشروع لست سنوات وكان ثمة من يريد الدخول إلى المرفأ والاستثمار بالمرفأ وحتى وضع يد على المرفأ وقولي ما شئتي لدي من المعلومات ما يكفي نفذ المشروع واستكملته الصين طب الآن لا يأتي الصين فقط الصين مصنف مرفأ طرابلوس بمكان استثنائي بحركة الملاحة الدولية بالمنطقة يأتي الأمريكي ذهبت السفيرة الأمريكية إلى طرابلوس يذهب الفرنسي المسألة مسألة مصالح هل ندرك نحن أهمية هذه المواقع هذه المرافق الأساسية لدينا والقادرة على العمل بموقعنا الجغرافي هذه مسؤولية لبنانية لدي أربع دقائق في سؤال يمكن أساسي بدقيقة والباقي للأقليم خصوصا بمجارة من المتغيرات ونتحدث يمكن عن معركة سيف القدس بما أرسته بالنسبة للمشهد الفلسطيني وأنت المطلع والكاتب والباحث بهذا المجال خصوصا بمتابعتك لمعركة سيف القدس ولكن هل جمهورية الطائف لا تزال قابلة للحياة أم نحن بحاجة إلى نظام سياسي آخر أو طائف جديد ينظم هذه العلاقة الآن أولا عندما أقر اتفاق الطائف وهو أقر بدمنا في تلك المرحلة قلنا هذا مدخل إلى حل هذا ليس الحل حتى المدخل لم يطبق جيد لذلك نقول بردوا الأمور إذا فكرنا بعقل برد بمصلحة البلد خصوصا أننا ما مكرت وخطر زوال يعني نظام طائف أو غير طائف بردوا الأمور بردوا عقولكم فكروا بهدوء إذا أردنا فعلا إنقاذ البلد الطائف يشكل مدخلا إلى إنقاذ البلد يشكل مدخلا بالتجربة تمت كثير من الأمور ينبغي إعادة النظر فيها بالتجربة ولكن هو يشكل مدخلا إلى إعادة تطوير النظام السياسي في البلد وهذا واجب وضرورة دائمة ليس قرآنا وليس إنجيلا وليس كتابا مقفلا لكن نحن لم نطبق اتفاق الطائف كما يجب أن يطبق بما أريد من خلاله الآن استمر الأمر على هذا المنوال بالتأكيد سنذهب إلى معادلة سياسية جديدة ولكن ليس بالانتخابات النيابية المقبلة أو بنتائج الانتخابات النيابية لا المسألة تحتاج إلى وقت أكثر يحاول البعض أن يستبق هذا الأمر بالدعوة إلى فدرالية يعني مع احترامي وتقديري هذا ينطبق على ما بدأت به كلامي ببداية الحلقة لبنان يعلم اللبنانيون لا يتعلمون الفريق الذي يدعو إلى الفدرالية كأنه لم يتعلم من التجربة التي حصلت ومن الوقائع الجديدة الموجودة في لبنان وللأسف في ظل هذا الانهيار نسمع الكثير الآن من هذه المطالبات بالفدرالية والكونفدرالية أختم مع معركة سيف القدس رغم أنه تغطيتنا مختصة بلبنان ولكن لبنان جزء من هذا الإقليم المشتعل ونحن نتحدث بما أرسته المقامة الفلسطينية الشعب الفلسطيني بمعركة سيف القدس أي انعكاسات على هذا المشهد في ظل محاور في ظل أيضا معرفة محاور أساسية محور إسرائيل متحالف معها وأمريكا بنقاط القوة التي حققتها أو حققها الشعب الفلسطيني وكذلك حلفائه ومن دعمه هذه أنا بعرف أنه أنت كنت تتمنى يمكن الحلقة بأكملها لننتحدث عن نتائج سيف القدس من أشرف المعارك غزة القدس حي الشيخ جراح وضفة أبناء 48 شلوا إسرائيل وكانت الصدمة الكبرى لإسرائيل نكتب كتبا وقد كتبنا الكثير وقلنا الكثير حول هذا الموضوع الصدمة الكبرى كانت أبناء 48 شلال كامل في إسرائيل لا مطارات لا أفران لا حركة نقل لا مؤسسات لا عمل لا تجارة وهم يعتبرون هؤلاء الناس القنبلة الديمغرافية في الداخل كان ثم تتكامل هذه الحرب أثبتت صلابة التمسك بالهوية الفلسطينية العربية على كامل أرض فلسطين حيث يوجد فلسطينيون أي انعكاس المقاومة بما حققت المقاومة الفلسطينية على المقاومة في لبنان تكامل حرب تموز تركت انعكاسا هناك وأسست اليوم هذا تكامل لكن هذه أطاحت بحكومة نتنياهو هذه أجبرت الأمريكي لأن الأمريكي ماذا فعل في هذه الحرب مثل ما فعل في حرب تموز 33 يوم يمدد الفرص للإسرائيل على هو يحققها أدفا عجز والإدارة الأمريكية جديدة في جدوى الأولوياتها لما تروح القضية الفلسطينية ولما تروح كل وضع المنطقة الهم الأساسي بالمنطقة بالنسبة ليه الإدارة الأمريكية الجديدة هو الاتفاق النووي الإيراني الباقي تركيز الأساسي على الإرهاب الداخلي على الهجرة على الوضع المالي على مشروع البنى التحتية التصويت بالمؤسسات الدستورية الأمريكية كما يقال على المنخار على صوت يعني إذا قتل نائب أو مات نائب كما كانت بين 14 و8 تنذكر المشكلة كبيرة كتير وصلوا بأمريكا يقولوا ما نعمل واشنطن وليل 51 لأنه فيها ثلاث أصوات ثلاث أصوات برجح كافة هذه هي أمريكا إضافة إلى التركيز على الصين وعلى روسيا تلك الحرب أجبرت أمريكا على التفرغ الكامل لمتابعة هذه النتائج لأنه إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي غاية من غايات تلك الحرب لا هزمت حماس ولا قدرة تسيطر على الوضع وانتقلت نيران المعارك إلى داخلها إلى الداخل إلى الأثر الاقتصادي والأثر السياسي والأثر المعنوي وكسرت قصة أن القضية الفلسطينية انتهت وصفقة القرن مشيت لأن إسرائيل ذهبت إلى بعض الدول العربية أو بعض الدول العربية جاءت إلى إسرائيل وبالتالي التطبيع يعني غير معالم المنطقة بالكامل تبين أن كل هذا لا مكان له كلمة الشعب الفلسطيني هي الكلمة الفصل والميزان الأساسي الكفة الأساسية فيه هي كفة وكف المواطن الفلسطيني وإرادة المواطن الفلسطيني في وجه إسرائيل وإرهابت شكرا جزيلا لك أستاذ غازي العريضي النائب والوزير السابق وأيضا أنا مسرورة بختام يمكن تغطيتنا بصحيح لبنان أمل رغم الألم وما حققته المقامة الفلسطينية وكذلك بهذا التكامل مع المقامة اللبنانية هذا يعطي الأمل ما فعله الشعب الفلسطيني ينطبق تماما عليه هذا العنوان الأمل من الألم من الألم شكرا جزيلا لك الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة هذه الحلقة انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة